فيه حديث ومطالب ترفع اليوم بالتعجيل نوعا ما في تحديد العتبة الكثير يقول أن هذه العتبة أصلا نظن أنها محددة لأنه فيه فقط فصلين للدراسة ولكن يبقى المشكلة في تحديد آخر الدروس التي كان قد تلقاها التلاميذ على مدار كل تراب الوطن هل ترى أنه اليوم لابد أننا نعجل في هذا الأمر من الجانب النفسي أيضا لأنه مهم ومهم جدا نحن نرى بالنسبة لهذه المسألة وهذا الأمر تكلمنا عليه منذ شهر مارس قلنا بأن التلاميذ يجب أن يركزوا في مراجعاتهم على دروس الفصلين الأول والثاني بمعنى الدروس التي تلقاها التلاميذ في القسم وهذا أمر مطمئن للتلاميذ على مستوى شهات الباكالوريا ونظن بأن الأمر الثاني الذي يجب أن نطمئن فيه التلاميذ هو أن الأمتحان سيكون في الدروس التي درسها التلاميذ معناها التلاميذ غدا في الباكالوريا لازم يكون مطمئن مهما كان تلميذ في باجي مختار أو في سوق هراس أو في سبدو أو في بشار أو في تزيوزو أو في الجزائر العاصمة كل التلاميذ يلقى الامتحان في الدروس التي درسها في الفصلين الأول والثاني هذه مسألة تطمين التلاميذ بمعنى أن يقولون أن الدروس التي درستها في القسم هي التي ستكون في الباكالوريا وبالتالي التلاميذ الآن لما يراجع دروسه التي درسها في الفصل الأول والثاني أولا هذا أمر كان ديجام راجعه وكان يراجع فيه ويحضر نفسه دونك ما هو مشكلة ثانيا من الناحية النفسية هو مطمئن الدرس الذي يصل له آخر درس في كل مادة لا ستجاوزه في الامتحان وبالتالي راه مطمئن حتى فيه نظن أنه موضوعين وختياريين دلعة باء أنا نظن هذا لا داعي أننا نتكلم على هذا الأمر نطمئن التلميذ نقول له بالدروس التي درستها في الفصل الأول والثاني هي التي تكون في الامتحان والسد علي بنزيلها فقط نكمل هذه الفكرة وبالتالي يعني ما يتخوفش تلميذ لأنه أنا عارف لأنه كين مثلا في مؤسسة كين درس درسه في مؤسسة ودرس ما درسه في مؤسسة وبالتالي التلميذ لما يكون مطمئن هذا التلميذ اللي ما درش الدرس يكون مطمئن بأن الامتحان ما رحش يكون في ذلك الدرس وبالتالي وبالتالي ما يشتخوفه فرحوا كل التلميذ مطمئنين وهذا ما يجعل تقريبا هذه الخرصة أنه لا رسنا بحاجة إلى هذا العاتب طبعا تلميذ اللي رح يراجع الدرس ذلك الزيادة رح في صالحه لما يراجعوا رح في صالحه والوقت عنده عنده سبع أشهر في المراجعة يعني عنده الفصل الأول والثاني ما وجد ما كاش ضغط عليه وبالتالي نظن بأن التلميذ نطمئنهم في مسألتين أساسياتهم البكالورية تكون في الفصلين الأول والثاني البكالورية ستكون يعني جل المواضع كلها ستكون في الدروس التي درسها التلميذ معناها ولا تلميذ رح يكون وهذا واش يطلب ماذا يتطلب أخي يعني واذا يتطلب وهنا لازم ترجع مسؤولية لوزارة التربية الوطنية الواجب الآن على وزارة التربية الوطنية أنه يكون عندها إحصاء دقيق لتقدم الدروس في الفصلين الأول والثاني في كل المؤسسات الوطنية لازم تكون الأمور مضبوطة ما هو آخر درس وصلها له آخر تلميذ على المستوى الوطني وتقدم هذه الإحصائيات للهيئة المختصة بإعداد المواضيع بحيث أنه لازم نروح في إعداد المواضيع وتحيين لأن المواضيع بالنسبة للباكالوريا المفروضة تكون في جوة كانت محضرة الآن عندنا البنك المواضيع موجودة متوفرة على مستوى الدوان الوطني الانتحانة والمسابقات بقى أن اللجنة الوطنية اللي هي مكلفة بإعداد المواضيع واللي راح تكون يعني في الكارونتين اللي راح تحجر عليها هذه اللجنة راح تكون عندها تقدم الدروس في كل الولايات